أحسن الله إليكم يشتكل بعض من عدم وجود لذة عندما يقرأ القرآن فما السبب وما هو الحلول لذلك؟ الحل لذلك ما أمر الله به في قوله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم عند بداية القراءة بقلب حاضر فإن الله جل وعلا يمنع منه الشيطان فلا يوسوس له ولا يشغله عن القراءة وعن تدبر القرآن